رفض غربي وبغالبية في أرويقة مجلس الأمن الدولي للمشروع الروسي في تمرير مشروع قرار يخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر واحد وللمدة ستة أشهر فقط دبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا إن روسيا التي تصارع حول الملف السوري فشلت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر فقط وعبر نقطة حدودية واحدة وهي باب السلامة الرئيس الدوري لمجلس الأمن وسفير ألمانيا فيه كريستوف يوسغين أوضح أن مشروع القرار الروسي حصل على أربعة أصوات فقط مقابل سبع دول صوتت ضده فيما امتنعت الدول الأربعة الباقية عن التصويت مضيفا أن مشروع القرار لم يعتمد لأنه لم يحصل على العدد اللازم من الأصوار وللموافقة على المشروع الروسي كانت موسكو بحاجة لموافقة تسعة أعضاء على الأقل من الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بشرط أن لا يستخدم أي عضو من الأعضاء الدائمين للفيتو ضده وتقول كل من روسيا والصين حليفتي الحكومة السورية إن المساعدات التي تمر من معبري باب الهوى وباب السلامة لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا بعد الرجوع إلى دمشق ووفقا لدولوماسيين ستتقدم كل من ألمانيا وبلجيكا يوم غدا الجمعة بمشروع قرار جديد يطرح على التصويت ويتضمن تنازلا واحدا وهو خفض مدة التمديد إلى ستة أشهر مع الإبقاء على المعبرين على أمل أن توافق عليه روسيا